السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل مع بعض مكعبات مرأة الدجاج في البيت بكل سهولة من مقادير بسيطة جدا وموجودة عندنا في البيت هنعمل كمية كبيرة جدا تقدر نحتفظ بها عندنا في التلاجة لمدة طويلة ويبتدي طعم حلو جدا للاكل بعيدا بقى عن المواد الحافظة ومرأة الدجاج الجاهزة اللي موجود فيها الملح الصيني وده مضر جدا والصحة ان شاء الله هنعملها بطريقة سهلة وتعجبكم جدا ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعارات بفيديوهات الجديدة نقول بسم الله الرحمن الرحيم معاي حل على النار حطيت فيها معلقة واحدة بس من الزيت وبعد كده نزلت عليها بكتع من البصل الاخضر وكمان جزرايا واحدة متقطع شرايح وارني من الفلفل الاحمر البلدي متقطع بمكعبات كده وكمان طمط مية كبيرة متقطع مكعبات وابدأ اشوح الخضر ده لمدة دقيقتين كده يتشوح كده وياخد ويطلع يعني يطلع العصارة اللي فيه الطماطم كده تطرى شوية يعني ياخد معانا تشويحة كويسة تمام كده نقلب فيها بقى كده كويس خلي بالنا عشان ما يتحرقش او حاجة وبعد كده معانا شوية من الكزبرة والبقدونس المتقطعين كده صغيرة ولو فيه كرافس كمان نفضل كمان كرافس كده عدى تقريبا حوالي دقيقتين والطماطم تريت معانا زي ما انتم شايفين كده وتهارد هنزل بقى بتقريبا يعني نص حزمة او اقل من نص حزمة من الكزبرة والبقدونس المتقطعين ولو فيه كرافس طبعا هتزوده كرافس برضو بيدي طعم حلو مع الخليط ده يديهم بقى تقليبة واحدة كده بالشكل ده كده بس كده ما اتزودوش في التشويح في المرحلة دي وبعد كده مجهزة عندي لتر من شربة الدجاج او مرأة الدجاج كنت سلقى فيها فريق قبل كده وهننزل بيها على زي ما انتم شايفين اهي حتى هي فيها البصل والجزر بتاعها ما شلتوش ولا حاجة وهضفها على الخضار بتاعي نضيهم بقى تقليبة كده مع بعض وبعد كده هغطي الحلة بتاعتي دي وهاتيبهم مع بعض على نار لمدة نص ساعة على نار هادية لحد ما لاقي مكعبات الجزر والخضار يتهاروا خالص في الشربة ويستوه تمام كده طبعا هتتكسف جدا وهتقل للنص كمية بتاعتها كمية الشربة هتقل للنص وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض زي ما انتم شايفين كده بعد نص ساعة الخضار استوى تماما وطري زي ما انتم شايفين كده وكمان الشربة كسفت اكتر وقلت هاخد بقى الخليط ده كله مع بعضه هضربه في شفشة الخلاط وهنعمه كويس جدا بعد كده نفس الحلة ما غيرتهاش حطيت فيها خمس معلق كبار من الزيت وهنزل عليها دلوقتي بخمس معلق كبار من الدقيق الدقيق او او التحين وهنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا كأننا بنعمل بشامل بالزبط طبعا لو لقتي هنشفى معك كده شوية هتزود كمان زيت زي ما انا هعمل دلوقتي هزود شوية صغيرين من الزيت ونقلب الخليط ده كده وهنه لمدة دقيقتين كده عشان الدقيق يستوي معنا دلوقتي بقى هبدأ اضيف التوابل التوابل بقى اللي بنستخدمها هنستخدم كمية توابل محترمة يعني هي دي اللي هتدي لها الطعم الحلو بديل عن المرأة اللي برة او بديل عن الملح الصيني اللي بيحطوه في المرأة الدجاج الجاسة هسيبلكوا التوابل مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصف طبعا كاري كركم بابريكا كامون فلفل اسود وملح بسم الله الرحمن الرحيم حبهام طحون وكمان رشا من جسط الطيب يعني كمية توابل محترمة هسيبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف حطيت ايه بالزبط تمام كده وهنقلبهم مع بعض كده وبعد كده ده خليط الشربة اللي انا دربته في الخلاط هنزل عليه على الخليط دوت وبعد كده هستخدم المضرب عشان افك الخليط وادمجه كويس جدا بالمضرب اللي هو اليدوي العادي نقلبهم كده كويس جدا بالشكل ده كده لحد ما يتلموا معنا وين نلاقيه بقى قطعة واحدة كده نلاقي الخليط بتاعنا ده بقى قطعة واحدة كده وملموم معنا الموضوع صهلي جدا وبسيط وما بياخدش وقته خالص تمام كده هلموم كده بالشكل ده كده اسيبها تتقل اكتر شايفين تقلت ازاي دلوقتي ده عندي صانية بيريكس دهنيها بس دهنة بسيطة بالزيد ونزلت عليها بالخليط بتاعي بعد مجيمة خالص زي ما انتو شفته كده وبعد كده وهو سخنا هنحط عليه كيس بلاستيك بالشكل ده كده نسويه الاول في الصينية وبعد كده نحط عليها كيس بلاستيك عشان الوش بتاعها ما ينشفش وهسيبها لحد ما تبرط خالص وبعد كده هدخلها بس الفريزر لمدة نص ساعة عشان تمسك نفسها واقدر اقطعها بالسكينة مكعبات دلوقتي بقى انا خرجتها من الفريزر هي مسكت نفسها مصف ساعة تقريبا وبعد كده هنقطعها بالسكينة هنلاقيها بتتقطع معينة بكل سهولة قطعها بقى مكعبات زي ما انتو حبه حبه صغيره حبه كبيره زي ما انتو عاوزه انا بحبها صغيره عشان تبقى على قد الوجبة ولو حبه ازود ممكن احط مكعبين او تلاتة زي ما انا عاوزه ما فيهاش اي ضرر خالص بل بالعكس هي مفيدة وحطين فيها كل المواد اللي فيها طبيعية حتى اللون بتاعها الحلو ده مش حطين لها لون خالص واغدية من الكركم وكركم ده من الحاجات المفيدة جدا للجسم هقطعها بقى مكعبات كده زي ما انا حبه ما شاء الله عملنا كمية كبيرة الكمية دي تقريبا عملت معي 72 مكعب انتو متخيلين يعني كمية كبيرة جدا شايفين بقى شكله عامل ازاي ما تفرقوش خالص عن المكعبات اللي بنشتريها من برة ابدأ بقى فكك المكعبات دي بتطلع معنا بسهولة جدا وهرصاف علب التلاجة نضيفها كده من مناسبة خالص ارص بقى كل الكمية شايفين بتطلع معنا بسهولة ازاي ما تتبوهاش في الفريزر مدة طويلة عشان ما تجمدش وما تعرفوش تقطعوها بعد كده بقى هحط بين كل طبقة والتانية كيس بلاستيك وبعد كده هغطي العلبة وهحطها عندي في الفريزر بتقعد معاك زي ما انت حبه تقعد معاك مدة طويلة جدا مش هيحصل لها اي حاجة طول ما هي محتوطة في الفريزر وبتطلع مكعب مكعب او مكعبين زي ما انت حبه على حسب استهلاكك بكل سهولة شايفين عملنا كمية كبيرة جدا بمكونات بسيطة جدا يارب بقى يكون الفيديو عجبكم استفدتم منه ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة كل يوم ويكونوا اول ناس بتشوفها وكمان عايزة اعرف رأيكم ايه في التعليقات ولو حد عنده اي سؤال يسيبه لي تحت في التعليقات وانا هرد عليها على طول ان شاء الله بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة